اشتركوا في القناة منابيب المياه الصالحة للشرب معطلة ونفايات تملأ الطرقات في ظل غياب عمال البلدية والتنظيف مما ينذر بكارثة كبرى تتعدى الحديث عن جمالية الوجه الحضاري إلى انتشار الأوبئة والأمراض التي تنقلها الحشرات والزواحف المتلائمة مع هذه البيئة أولا عدنا خدمات يعني فدنا من تهين يعني طلابنا لا تقدر توصل للمدرسة من وراء الفياضانات الخدمات يعني يرثى لها يعني احنا بالصيف نعاني من البيق من العقارب يعني فدنا من الحياة يعني ليش احنا هاي واشية الكوت أهالي حي العمارات باتوا يتخوفون من ترك أبنائهم في الشوارع بل صاروا يفكرون في منعهم من الذهاب إلى المدارس خوفا من الإصابة بالأوبئة في ظل تلوث الهواء والتراب خصوصا في فصل الشتاء الذي أصبح نذير شؤمن وخوف لا فرحة بنزول أمطاره وهذا الأب صار لسنين عاطل يصلحوا يوم يوم وين الدور يزيد بالزايد والروح يشتكون للبلدية للدوائر ما حد يدير بعد يشوفوا ويغلسوا لا يوجد مسؤول يقطن هنا كي يصيبه بعض ما أصاب أهل الحي من معاناة وبؤس فيسارع في إصلاح قطاع الخدمات هكذا يفسر أهالي العمارة سبب إهمال المسؤولين لواقعهم الخدمي وتركهم عرضة للأوبئة والأمراض حيث لم تزرهم الحكومة منذ عدة أعوام ولم تعطي من وقتها بضع ساعات لتكشف مأساة تعلم بها القاصي والداني باسمي باسم منطقة العمارات السكنية مقابل قراج بغداد طبعا هذه المنطقة يعني صال لساكنها ما يقارب 30 سنة وعلى هذه حطتها لا تغيير لا أحد زارها عدة مرات توجهنا الدائرة البلدية خابرنا المسؤولين ما أحد لب طلبنا لأنه أغلب الناس اللي تسكنها ناس فقرا الواقع الخدمي في مدينة الكوت وغيرها من مدن العراق يتدهور من سيء إلى أسوأ في زمن صار المسؤول فيه لا يعلم بحال السائل